اجراءات فورية اخرى ستتم قريبا استكمالا لقرارات دعم المواطن بيان عاجل من رئاسة الجمهورية متحدث باسم الرئاسة المصرية احمد فهمي اكد ان نسبة البطالة في مصر وصلت ل7% بعد ما كانت 14% في عام 2014 فهمي قال ان الدولة هتاخذ اجراءات فورية تانية قريب استكمالا لقرارات دعم المواطن فهمي قال في مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم على قناة اون نحل مشكلة البطالة بيتطلب انفاقا استثماريا ومكافحة لارتفاع الاسعار فهمي اكد ان الدولة بتركز على فئتي الصحة والتعليم في اطار اهتمامها بتحسين احوال العاملين في هذين القطاعين المهمين فهمي قال ان في اجراءات فورية قريب لمواجهة الوضع الحالي والخروج من عنق الزجاجة وهناك حزمة اجتماعية وضبط سوء وفي مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الانتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن ان نصنعه فهمي اكد ان الدولة بتتابع كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الاجنبية اللي بتدخل مصر وهي كبيرة جدا قال ان الرئيس سيسي عينه دايما على المواطن واحواله وتخفيف الاعباء عنه ويعلم جميع التحديات والصعوبات باقصى درجة ممكنة من الشفافية والاتصال بنبض الشارع وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل ارادة الشعب المصري والقيادة السياسية واشار كمان للحزمة الاجتماعية اللي قدمها بسبب الازمة الاقتصادية اللي احنا فيها حاليا موسيقى